هلو جريت فور النهارة انت والله هنبدأ the second lesson عندنا في unit 1 in the second term اوكي are you ready let's go اوكي يلو مع بعض كده نشوف واحدة واحدة كلمتنا علشان نحاول ننطقها بنطق صحيح وكمان نحاول ان احنا دايما نبقى شاطرين اوكي عندنا lesson 2 بيكلمنا عن social studies يلو نعرف الكلمات والمصطلحات بتاعتنا first one temperate climate temperate climate يعني مناخ مؤتدل او لك in Egypt there is a temperate climate or temperate climate علشان حاجة ما عدهاش temperate climate اوكي inuit people اوكي عندنا كمان بدون people او بدون people بدون people يعني ايه؟ يعني البدو بدون people العناصر الغذائية اللي تبقى في السويل تربى اسمها nutrients nutrients neutrons neutrons اوكي المحاصيل crops 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 تربى خزبى fertile soil fertile soil fertile soil بيئة environment 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 البشر اسمه humans humans اللسان اسمه tongue tongue وعندنا could be polar 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 اوكي كمان عندنا في expressions كده بتقول لازم نعرفها برضو عشان هنلاقيها ونحاول نكتبها في الparagraph وهنلاقيها كمان في reading عندنا need to يعني يحتاج need to adapt to adapt to يعني يتأقلم على او مع on earth on earth يعني على الارض on your round on your round يعني حوالي look for يعني يبحث عن look for I'm looking for my pencil انا عملا بدور على pencil بتاعي anywhere anywhere يعني في اي مكان live in يعني يعيش في good for جيد في اولك I'm good او جيد لي good for good for طب جيد في بقى good at good at اولك you are good at english يتعلم and learn to كثير من lots of طبق نظيفة green energy green energy why do we live where we do يلا كده نشوف مع بعض ايه reading عندنا في lesson ده بيقولك humans can live almost anywhere يعني بيقولك يمكن للبشر ان يعيشوا في اي مكان but we often look for three things يعني احنا دايما بنبص على ثلاث حاجات ايه هما بقى climate اللي هو المناخ climate climate الحاجات اللي هي مهمة جدا علشان نعيش فيها او علشان نقدر نتكيف عليها water water and number three soil 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 اللي هي التربة people like a tempered climate يعني بيقولك ان الناس دايما بتحب المناخ اللي هو tempered climate تدل المناخ المعتدل somewhere that's not too hot and not too cold لو ما بيبقاش حر قوي وبرضو ما بيبقاش تعاق اوي we need water to drink to help our crops grow ان احنا كمان بنحتاج الميا علشان بنزرع وكمان نسئ بيها المحاصيل الزراعية بتاتنا and we need fertile soil fertile soil or fertile soil اللي هي الارض الخصبة so the crops have lots of nutrients اوكي اوكي يبقى احنا كده عرفنا ايه الحاجات المهمة اللي احنا بنحتاجها قلنا climate water and كمان عندنا soil اللي هي التربة اوكي reading حلو جدا في page 14 and 15 حلو اوي بيعرفنا كلمات كده علشان احنا دايما نحاول نحسن الكراء بتاعتنا وكمان عندنا في language بيقولك to plus adjective عايز اقول مثلا صفها من الدرجة العالية عايز اقول مثلا the man is too hot too hot حران اوي too hot the room is too small يعني الصغيرة اوي كلمة اوي دي اوي جدا بقولها to plus adjective that's it for lesson two اتمنى يكون استفدتم ويعرفتم الكلمات وعرفتم الحاجات اللي احنا المفروض هنذكرها and that's it متنسى like turn subscribe and wait me for the next video انشاء الله بي بي